زي ما منذكر دائما القراءة ممكن تكون عكسية إذا كانت طاقتك أنت سلبية كبيرة أو في طاقات سلبية حولك ممكن القراءة تكون عكسية بتمنى أنها تنطبق على العدد كبير منكم لكن بطبيعة الحال هاي قراءة عامة رح تنطبق على البعض والبعض الآخر لا خلينا نشوف أول شي العمل والدراسة وإذا فيه سفر بالنسبة للعمل الحبيب يعني تعرضت لغدر من أكتر من شخص على الصعيد العملي الآن في شهر تموز رح يكون فيه عدل الشخص الأشخاص هدولة ممكن إلاقوا جزاؤهم أو ينفضحوا مثلا فيه رح ينعرفوا منهم ورح يأخذوا جزاؤهم في شهر تموز عم بشوف محكمة ممكن تاخد حق منهم أو عم بشوف ورق في الموضوع فيه أبراج ممكن تكون هوائية أكتر فيه شغلة أنت خسرتها لبرج الميزان على الصعيد العملي لكن بشوفك عم بتعود الطاقطة يعني يعني إذا خسرت هذا المبلغ رح تحصل على ضعفه وهذا طبعا من شغلك أنت وكمان الحظ معك رح يكون مبين في شهر تموز رح يلعب الحظ معك لعبته فبحكي لك أنه بنصحك أنه تستغل الفرص لأنه مجتما تيجي هاي الفرص أو تتكرر عنا فإذن أخبار حلوة على صعيد الشغل كمان ممكن يكون هذا الججمنت أو العدل عم بيكون ممكن تجاهك أنت إذا أخطأت في الماضي ممكن تاخد جزائك مثلا في الفترة اللي هي شهر تموز اللي إحنا نوينا عليها القراءة في أيضا أبراج مائية ونارية لحد الآن أكتر شيء نارية بالنسبة للي بدرسوا وفي اللي حوليهم يعني كتير عم بيدقوا أنه أدرس أدرس كذا مش حابب أنت هاي الطاقة وحابة تكون عم بتدير أمورك لحالك بدون تدخل أي حدا عم بيكون في أمل كبير عندك أنك تحصل على اللي بدك إياه في الدراسة ها عم بشوف برج الميزان طاقتك القديمة كانت خيبة أمل كانت اللي هي من نوع تقيل حتى أثرت على صحتك ممكن تكون أو عندك مشكلة صحية عم بتعاني منها إلك فترة والآن في استشفاء الحمد لله عم بتتحسن الصحة عند برج الميزان حتى الصحة النفسية عم بيصير شغلات يعني حلوة إيجابية فهذا إشيء كتير حلو عم ترتكز على موضوع أو يعني راكن على موضوع حتى تضبط أمورك وهذا الموضوع عم يمشي على خير خلينا نشوف إذا فيه مجال للسفر أو تغيير المكان بيين عندي فيه سعادة على أكتر من صعيد خاصة على السفر إذا أنت كنت ناوي تنتقل أو تسافر فيه فيه وراء حلو بالنسبة إلك لكن ما عم يكون معك المادة المطلوبة المال المطلوب لحتى تكمل الإجراءات أو كذا بس أنا شايفة بالنهاية فيه 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 فرصة للانتقال أو تغيير حتى ممكن يكون معناها أنه تغيير من من مرحلة لمرحلة تانية فيه سعادة الأولاد راح ينبسطوا في هذا السفر إذا كان فيه أولاد أو ممكن تسافر لحالك إذا وراء حلو بالنسبة للدراسة والعمل خلينا نشوف وراء للعزاب للعلاقة العاطفية بشكل عام للعزاب اللي عم يستنوا حب أو ارتباط من برج الميزان حلوة هاي كتير جراءة هاي طلعت كمان معي إذن للعزاب من العزاب عم بشوف تبني آمال بالفترة الماضية كنت سعيد في فترة من الفترات وحاب أنك ترجع هاي السعادة لحياتك عم بتحاول بكل العم بشوف طاقة بعد عندك بالفترة الماضية كنت تفكر بالبعد إما عن أشخاص أو عن الجو المحيط وأكنك مليت من الوحدة فانا ويتغير في هذا الموضوع عم بشوفك بتدخل حفلات واجتماعات يعني تحاول تندمج في شهر تموز ممكن النية تكون عشان تلاقي ارتباط أو تلاقي شخص أو تكوين حتى صداقات جديدة مبين عندي في شخص ممكن يكون جديد في شهر تموز عم يكون عنده في كتير طيبة ممكن يكون ناري أو مائي لا ناري أو هوائي هذا الشخص ما عم يكون كتير غني لكن عنده ثقافة بشكل مش طبيعي عنده حكمة في المواضيع بكافح طموح هذا الشخص عم يبني حياته من الصفر ويمكن أنت بتساعده أو رح تساعده في الموضوع شخص عم بتطلع عليك من فترة أنت عاجبه لكن عم بيكون نفسه أو عم بيحاول يخلق أول شي صداقة بيناتكم لكنه شخص طيب للغاية ممكن يكون شخص شوي كبير بالسن يمكن الحكمة جاي من هذا الموضوع لأنه كبير شوي بالسن مر بكتير تجارب وطالع من تجربة من فترة فعم بيحاول يلاقي فيك مش البديل خلص أنه مل كتير من العلاقات ومل من الخذان فناوي على ارتباط هذا الشخص يعني مش بس على حب لأنه من النوع من الأشخاص اللي كل ما يدخل علاقة بيكون ناوي على جدية هو شخص جدي كتير سيريس في الحياة فعم بيكون شخص كتير حلو لبرج الميزان يعني إذا طلع لك هذا الشخص خاصة من برج هوائي بتمنى أنه يعني توافق أو تمشي في هاي العلاقة لأنها تكون رح تكون الخير لإلك فيها فيها مستقبل فيها توديع يعني هذا الشخص رح يفرحك كتير وكأنه عم بيكون هو فارس أحلامك لكن رح أزعل كتير منكم لو ما قبلتوا في هذا الشخص أو فكرتوا بس بالمادة فإذا بشرة حلوة يعني ورق حلو للعزاب للعزاب اللي ما عندهم أبدا حدا في حياتهم أو حدا عم يستنوا خلينا نشوف المتزوجين والمرتبطين اللي مش منفصلين منبرج الميزان إن شاء الله يكون حلو يكون الطاقة فيها حلوة عم بكتشوف امرأة كبيرة بالعمر وكأنك عم بتكون معاها مش على وفاق لكن ما في هديك المشاكل الكبيرة يعني عم بيكون في مصالحة عم بيكون في مصالحة مع هذا الشخص إذن للمتزوجين في بشرة حمل ممكن تكون أو في حمل من الأصل وعم يمشي على خير هذا الموضوع في نوع من العدل والميزان رح يكون في فترة تموز لبرج الميزان هذا الكرت الثاني اللي بطلع معي اللي هو يعني كرت العدل اللي هو تاخد حقك من بعد من صلب منك هذا الحق للمتزوجين عم بتقول خلص طفح الكيل عم ترسم العلاقة اللي انت بدك إياها في الزواج وأكنه مجرى العلاقة ما كان كتير يعجبك لكن عم بشوف في فرح وفي سعادة أكتر من كرت للمتزوجين إذن ورق حلو كتير للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي هم مش متزوجين ومش منفصلين لبرج الميزان إذن لشهر تموز يوليو بالنسبة للمرتبطين إن شاء الله يكون في علاقة جدية في الطريق شوف بالنسبة للمشاعر في حب حقيقي من الطرف الآخر في اندفاع نحوك في أشياء بتجذبه فيك ما شافها بناس من قبل أو في علاقاته القديمة بشوفك عم بتكب شغلة ورا ظهرك وتتمنى الجديد وتكون مع الشخص الحالي كتير رزين وكتير بتوزن الأمور وكأنك تعلمت من أخطائك القديمة وعم بتطبقها في علاقتك الجديدة عم بشوفك كتير سعيد وخاصة المرأة من هذا البرج من الميزان عم بيكون في نوع من السعادة في ربيع حواليها يعني في في بشائر في في أشياء حلوة ممكن يكون في سفر إما للشريك أو انتوا مع بعض في انتقال مكان عم بشوف الشريك عم بيخطط بس بتنا نشوف لشو عم بيخطط إن شاء الله فيكون حطة حلوة يعني يكون في ارتباط ممكن يكون في فرصة ارتباط كبيرة ولكن عم بتكون متسرع وأكنك بدك تتزوج وخلص يعني نتيجة عن الملل مش نتيجة عن الحب لكن في سعادة في فرح في نهاية هاي العلاقة رح يكون من بعد تعب ومن بعد ممكن يكون في علاقة ثلاثية انت عم تخلص من هاي اتقاط وتمشي لقدام مع الشريك في خطوات ثابتة لبرج الميزان خلينا نشوف مثلا اللي هم المنفصلين تعبانين شوي من الانفصال نشوف في رجعة هذا الشهر وقديش نسبة الرجعة وكيف عم بيفكر فينا الحبيب الشخص اللي تاركينه والله مشغول شوي الطرف الآخر حاسس بخيبة أمل ممكن القراءة تكون عكسية نغدر من كتير من أشخاص على مستوى العمل ممكن يكون والعاطفة يعني لأنه مبين كتير في جروحات عم بيعاني منها او عم بيحاول استشفاء منها الشريك عم بيكون في حوالي مشاكل ومنغصات يمكن الشريك يكون مدمن ممكن يكون مدمن وعم بيخطط انه يطلع من هذا الادمان وكأنه الادمان كان من الأسباب اللي بعد تبناتكم ممكن انت عم تاخد قرار يمكن بالموافقة على الرجوع او لا في البداية ممكن تكون مقرر الابتعاد لكن ناوي على الرجوع للطرف الآخر ناوي على الرجوع وشايفة في سعادة عندك وكأنك رح تكون يعني رح تكون كتير سعيد على فكرة هذا الارتباط ممكن يؤدي إلى الزواج لكن في الفترة الحالية ممكن يكون في رجوع ارتباط رح يكون شوي مأجل لبرج الميزان خلينا نشوف إذا في علاقة ثلاثية شوف هو كان عم يحكي مع أكثر من حدا في سبيل انه يتسلى او عشان ينساك مثلا لكن عم بيفكر فيك بين الفترة والثانية لكن عم بيفكر فيك بجدية لانه انت كأنك مفهمه انه يا علاقة جدية وارتباط يا بلى وكأنك كنت عم تتعامل معه بهاي الطريقة آخر فترة فهو عم بيحسب كتير حسابات قبل ما يرجع وكأنه انت كاشفه يعني كاشف كل لعيبه اللي لعبها قبل هيك وعم بيكون خايف منك لانك انت شفت حقيقته لكن عم بشوف فيه فيه رجوع فيه رجوع وفيه تغيير بهيئة الحبيب يمكن انتهى من الإدمان او عم بيحاول انه فهذا هو اللي بيين بالورقة كمان مرة هاي الورقة التانية عم بيحلم في الاستقرار هو كان مبسوط في اللي هو انتقال من علاقة لعلاقة لكن عم بيكون بالفترة الجاي عم بيفكر بالاستقرار وعم ياخد قرار كتير قوي في هذا الموضوع اذا راجع لك عالمية زواج ممكن يكون زي ما قلنا اللي هي اول شي رجوع بشهر تموز لكن الارتباط ممكن تكون فيه اشهر قادمة لكن فين هي للارتباط من الطرف الاخر خلينا نشوف اذا فيه نصيحة من الكون او الهام ممكن يلهمنا في الصعيد على صعيد او اكتر من صعيد نشوف شو الورق ممكن اه يطلع لنا لبرج الميزان برج الميزان بيقولك انت بيقولك اطلع من الحال اللي انت فيه حاول الاستشفاء حاول الاستشفاء من الطاقات السلبية اللي انت فيها من الجوحات الماضية عشان تحصل على السعادة هذا الشرط الشرط انك تطلع من هاي الطاقة السلبية اللي هي الطاقة ممكن تكون انتقام طاقة وبيحكي لك انك تكون متوازن بقراراتك بالفترة الجاي ممكن تكون متهور بشهر سبعة فبيقولك لا اكون اكيد من القرارات او من الاحسن ما تاخد قرارات في هاي الفترة اذا بيحكي لك اطلع من الطاقة اللي انت فيها لانه ما عم بيسبب لك الا انه يدخل اشخاص سلبيين ممكن تجذب اشخاص سلبيين اذا كنت كمان عم بيبشرك في فرحة في موضوع كنت عم تستنى فيه كتير فبيقولك يعني ما تشغل بالك في صغائر الامور يعني تطلع لبعيد شوي تطلع لبعيد يا برج الميزان وما تضلك تفكر في التفاصيل التفاصيل الامور بالاشمال كتير حلوة والنصيحة كانت حلوة بالورق فيعني شهر حلو لبرج الميزان نسبة تسعين بالمية ممكن يوصل يعني من احلى التوقعات اللي مرت فبتمنى لكم شهر كتير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة